طبعا مشاهدين كلنا متابعين أن مبارح وزارة الأوقاف قررت فتح المساجد في صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية الشهر المبارك وده بعد العرض على لجنة إدارة تأزمة الأوبية والجوائح الصحية وأيضا موافقة وزارة الصحة خلينا نتكلم أكتر بالتفصيل عن هذا الموضوع مع الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف صباح الخير عليك يا ده أكتور صباح الخير السهدير والناس بتقول طيب ما احنا بنصلي الترويح في المساجد المشكلة في صلاة التهجد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كل سنة وحضرتكم طيبين مصطفى والسادة المشاهدين جعلت بحضرت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاءا رخاءا سلما سلاما علينا وعلى غيرنا وسائر بلاد العالمين الحقيقة احنا ليه بنتهجد أصلا ليه في الأيام دي احنا بنفكر في الموضوع ده لأن دي أفضل عشر ليالي في الدنيا وكان أهل العلم يفضلوا من الزمان ثلاث عشرات عشر محرم عشر زلحجة والعشر الأخيرة من رمضان والعشر الأخيرة من رمضان يفضلوا لياليها على كل الليالي وكان لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حال في هذه الأيام تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره يعني ممكن العشرين الأولى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينام بالليل شوية يأخذ راح تفوري يصلي شوية يتعبد شوية لكن إذا جاء العشر صلى الله عليه وسلم يعني يستنفر الهمم للوقفة في هذه الليالي ليه برضو لإدراك ليلة القدر التي قال عنها من حرم خيرها فهو المحروم علشان كده الناس عندها تشوق للتهجد ولزيادة التعبد في هذه الليالي وده شيء محمود وشيء محبوب وشيء مرغب فيه طبعا لا أحد ينكر على أحد حبه لأداء هذه العبادات لكن أحيانا تأتي ظروف بتحكم على الناس بأمور معينة الظروف دي والتعامل معها ده شيء برضو تعبدي إن أنا أستقبل أقدار الله سبحانه وتعالى إن أنا أستقبل الظروف المعينة اللي بتمر بيا وعلى وفق هذه الأمور أتعبد لله سبحانه وتعالى لأن مين اللي قدر هذه الأمور؟ صحيح الله سبحانه وتعالى والإنسان إن لم يلتزم بقدر الله سبحانه وتعالى ويرضى بقدر الله سبحانه وتعالى يبقى الحقيقة هو يسي وربما يريد أن يحسن طب بعد هذا الاستهلال ما الذي حدث عشان يعني الناس ربما بتسأل يعني برضو المواقع التوصل الاجتماعي بتتكلم فإحنا عايزين نعرف ما هو القرار اللي انتخذوا في الأصل وزير الأوقاف وكيف حدث تعديل هذا القرار الحقيقة هو فيه حاجة مهمة جدا لازم الناس تعرفها القرار ليس قرار وزير الأوقاف في مثل هذه الأمور تمام القرار قرار مشترك لجنة السلام طب لجنة دارة قازمة الأوباء والجوائح وكمان وزارة الصحة واللجنة دي ممثلة من كثير من المؤسسات الدولة وإحنا بنقول دخلين على جمهورية جديدة يعني ما فيش قرار فيها فردي لمؤسسة لوحدها بنقول احنا دخلين على دولة مؤسسات بنقول ان احنا عايزين نستوعب هذه الثقافة الجديدة اللي هتكون في المجتمع بتاعنا ازاي أنا كوزارة أوقاف أمفرد بقرار معني بي وزارة الصحة ومعني بي أمور أخرى في الدولة خاصة احنا بنتكلم عن أزمة كورونا فكان لابد ان يكون القرار تشاور من بداية الشهر الكريم تم السماح بإقامة صلاة الترويح وتم السماح بإعطاء دروس في المساجد درس العصر وخاطرة العشاء وتم السماح بافتتاح مصلة السيدات لكن حينما تم العرض على لجنة دارة الأزمة من وزارة الأوقاف يعني وزارة الأوقاف معنية بهذا الأمر فهي اللي بتعرض وهي اللي بتطلب فكان الرد التحفظ على إقامة التهجد والتحفظ على الاعتكاف ايه الفارق بين القيام مثلا بالاعتكاف القيام انت بتقول فيه ضوابط معينة وإجراءات احترازية بتتعامل لكن الاعتكاف حضرتك تعرف ان الناس بتكون يعني يغلبها الأمر انها لازم تنام في المسجد محدش هينام بالكمامة بتاعته مش هتقدر تحقق الضوابط دي كانت وجهة نظر لجنة إدارة الأزمة انك في موضوع الاعتكاف ده الأمور شوية مش هتكون يعني تحت السيطرة كما ينبغي وهو ده وده سبب المنع في البداية طيب ايه اللي حصل خلانا نوافق برضو مش خلانا احنا كوزارة الأوافق تم العرض مرة أخرى من وزارة الأوقاف على لجنة إدارة الأزمة وكان وكان من ضمن الكلام يعني الاستدلال باللي حضرتك قلتيه يعني زي من الحمد لله مرت الأمور بسلام في المرحلة اللي فاتت دي في الكامي يوم اللي فاتوا في صلاة الترويح وما حصلش فيه اي سلبيات وما رصدناش اي مخالفات رح يقص مصطفى احنا على مدار الأزمة بتاعت كورونا السنوات اللي ماضت دي اكتر ناس التزاما هم رواد المساجد الناس مشتاقة يعني انها تدخل المسجد تصلي في المسجد اتحرمنا منهم رايح يطيع ربنا سبحانه وتعالى مش هيعمل مخالفة زي ما احنا بنقول زي ما احنا داك بتقول السوشيال ميديا والكلام ده انت بتوزن الناس من خلال تعليقاتهم ومن خلال أفكارهم من خلال الكلام اللي بيقولوا يعني اللي بيتكلم فيه ناس بتتكلم بصورة منطقية وبيتساءل زي ما حضرتك تساءلت تتساءل مشروع ايه الفرق بين صلاة الترويح وايه الفرق بين صلاة التهجد ده راجل عايز روح يصلي فعلا عايز يتعبد لكن لما تدخل تلاقي واحد بيهاجم في الدولة او بيهاجم مثلا في وزارة من الوزارات وبيتكلم كلام لا يليق اما مش ده اللي رايح يصنل الناس قصدة تفتعل مشاكل مش مسألة ان هو عايز يروح واحنا فعلا بنميز بنميز ما بين الانسان اللي هو فعلا عايز الطاعة اللي هو عايز العبادة اللي هو حريص وقلبه واجعه على ان هو مش عارف يروح يتهجد وبين واحد تاني بيستغل الموقف ويدخل في وسط الناس دي وعايز يهاجم الدولة بشكل معين وعايز يهاجم مؤسسات الدولة في صورة وزارة الاوقاف او في صورة وزارة الصحة او في لجنة دارة الازمة ويختلق مشاكل فيه فرق كبير بين اللي عايز الحق وفيه فرق كبير بين اللي يفتعل المشاكل اللي عايز الحق لا يمكن يدافع عن الحق بالباطل لا يمكن يدافع عن الحق باسلوب لا يليق فعشان كده بنقول يعني الاسبب لم يكن سببا يعني انت خوف من امنيا او حاجة الموضوع كله صحي بحت مالوش علاقة وانه الموضوع مش في ايد وزير الاوقاف في ايد لجنة ادارة الازمة اللي هيخوفني امنيا من صلاة التهجد وانا مش خايف من صلاة التهجد مش الازمة اللي غيرتكلم ايو انت تتكلم على تبريرات بعض الناس بعد تبريرات موجهة ردا على ما قيل صحيح لا طبعا القصة كلها كانت قصة تنظيمية خاصة بادارة لجنة الازمة طيب احنا ان شاء الله من بكرة هيكون في صلاة تهجد في المساجد هل كل المساجد هتكون مفتوحة لصلاة التهجد وهل المساجد هتفضل مفتوحة من بعض صلاة العشة والترويح ليه صلاة التهجد والنظام هيكون عامل ازاي ايا من الليلة اللي جاية ليلة 27 نسأل الله سبحانه وتعالى نبلغنا وإياكم ليلة القد هيبدأ تطبيق موضوع التهجد والحقيقة هيكون في المساجد اللي هي بيقام فيها صلاة الترويح اللي فيها امام اللي عندنا الضوابط اللي بنشرف فيها على الضوابط والاجراءات الاحترازية التي يمكن تحقيقها علشان ما يبقاش فيه اي تجاوزات يعني وهتبدأ من الليلة القادمة لغاية نهاية الشهر الكريم كل مساجد بقى هيبقى فيه في المدريات تنسيق بين المدريات وبين الادارات وهيحدده ويأعلنه في المساجد موعيد صلاة التهجد وهتتم بمعرفة الإمام وإن شاء الله الأمور هتمر بسلام زي ما مرت بنا في صلاوات الترويح وكأنها يعني كانت صلاة الترويح دي يعني حاجة شفنا بيها إن يمكن تحقيق صلاة التهجد وخلاص والأمور الناس كنت تحتفل بأول صلاة الترويح للناس فعلا كانت يعني مشتائل إن احنا نشوف يعني صلاة الترويح تاني بعد ما اتحرمنا منها ونرجع نصلي جوه المساجد ونعيش الروح اللي احنا بنبقى مشتائل لها من كل سنة وصنة من رمضان صحيح ولازم الناس تعرف إننا والله أكثر الناس شوقا لذلك طبعا وأكثر الناس حرصا على ذلك يا ما حدش بنكر ده خالص صحيح الإمام الإمام يا وصف مصطفى حياته في المحرام حياته على المنبر لا تتخيل حضرتك الفترة أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعيدها مرة أخرى اللي المساجد كانت مغلقة فيها إحنا نفسيا كنا عاملين إزاي حياتك المنبر حياتك الدعوة لله سبحانه وتعالى حياتك إنك تبقى واقف في المحرام بتقيم الشعيرة وبتؤدي الرسالة التي كلفك الله سبحانه وتعالى بها تخيل بقى نفسك قاعد في البيت وما بتصليش بالناس وما بتديش درس مش بتدي موعظة مش بتقول الخطبة بتاعتك يبقى دي حياة حقيقة لا إحنا أحرس الناس على إقامة هذه الشعيرة هل تم تحديد وقت معين لصلاة التهجد إحنا دي هيبقى تنسيق بين المدريات المسجد ومدير الإدارة والمدريات التابعة لأنه أحيانا ممكن تختلف من مسجد لمسجد فعشان أنت تحط وقت محدد تقوله من الساعة كذا للساعة كذا ربما طبيعة منطقة تختلف عن منطقة لكن هو بيبقى في الثلث الأخير من الليل بمقدار أن الناس هتصلي عدد من الركعات ركعتين ركعتين كما هو متبع وكما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده هيبقى فيه مساحة أن الناس تروح تتصحر ويرجع تاني يؤدي صلاة الفجر إن شاء الله طيب دكتور أيمان عايز أتكلم حضرتك عن الإمام الدعاء اللي بيصلوا بالناس في المساجد الاختيار كان عامل إزاي وقصص الاختيار من قبل وزارة الأوقاف للناس حقيقة هو سؤال مهم جدا هو مش من بداية يعني مش من لحظته الاختيار من لحظة التوكيله أو تكليفه بصلاة الترويح والقيام والتهجن إحنا بقلنا عدة سنوات اختيار الإمام أصلا للتعيين يخضع لضوابط مهمة جدا منها سعة الأفق الثقافة أن يكون عنده اطلاع إلى حد ما على كثير من العلوم الأخرى بخلاف علوم الشريعة لأن إحنا بعد ما بنقبل الإمام ده بيبقى ليه دورات تأهلية وبيبقى ليه دورات أخرى متقدمة لأن أنت بتسعى في هذه المرحلة اللي إحنا فيها أن يكون عندك إمام مفكر إمام مستنير إمام عنده وعي بالتحديات اللي بتحصل حاليه إحنا مش في عصر أن الإمام يبقى شغلته بس أنه هو يقف على المنبر يقول الخطبة أو أنه يقف في المحراب يصلي بالناس لا لابد أن يمتلك أدوات يصل بها كمان لكل الأعمار وخصوصا أنه في رمضان بنشوف أعمار صغيرة كتير داخل المساجد فدي فرصة كبيرة أن إحنا نوصل له طبعا وهو ده المنشود إدارة خاصة اسمها إدارة الدعوة الإلكترونية كانت من بداية لجنة من بداية أزمة كورونا وبيخضع الإمام عندنا لدورات تدريبية يعني في الحاسب الآلي بياخد سوشيال ميديا طبعا علشان يعرف يتعامل مع وسائل العصر الحديث ويوصل لكل الأعمار ولكل الناس زي ما حضرتك قلت إحنا خلاص ما عادش حد بعيد عن حد صحيح العالم كله قريب من بعض طب بما أنك فتحت الموضوع هل هناك يعني نحط كده بنقسم من يفتعل أزمات في المساجد يعني شفنا بعض الفيديوهات انتشرت على هذه على وقع هذه القصة القصة إيه بالضبط يا دكتور الحقيقة عشان نكون منصفين لم نرى افتعال من الناس للمشاكل ممكن يكون الافتعال ده على السوشيال ميديا إنما داخل المساجد والله الأمور منضبطة ومشى كويسة جدا كنتي بعض الفيديوهات ونشكر الناس ده ده حادثة وقعت في مسجد الإمام المراج والحقيقة تفاصيلها غير اللي اتنشرت على السوشيال ميديا خلص التفاصيلها باختصار مدير المدرية مدير المدرية القاهرة بيمر كالعادة وكالطبيعة على المساجد فهو سامع الإمام بيقرأ هو عارف إمام المسجد فالصوت مش هو صوت الإمام فاتصل بمدير الإدارة بيسأله الإمام ده فين فقال له الإمام ده إمام المسجد ده موجود بس يعني النهار ده يبدو أنه متغير يعني اليوم اللي قبلها هو موجود وحاضر تعب مثلا يعلمك يعني حضرتك هو فيه تحقيق مفتوح في الموضوع لغاية دلوقتي احنا مش عارفين الإمام ربما يكون حصل له حاجة أو مريض أو أي حاجة هتتضح يعني لكن لما دخل هو الحوار ده حصل بين مدير المدرية ومدير الإدارة على التليفون واحد من الناس رواد المسجد سمع الكلام فدخل وأنا أظن أنه دخل بحسن نية فقال لهم فيه برة المدير الإدارة بيتكلم بيقول كذا كذا خلصوا الصارع بسرعة علشان ما يقفلوا الناس المسجد ويقولوا أنه إحنا مخلفين حصلت الرابكة من هنا دخل مدير المدرية لما سمع الكلام والصوت واضح جدا في الفيديو قال لهم يا جماعة إحنا ما منعناش صلاة وما حدش بيقول إن إحنا بنقفل المسجد والأخ اللي تكلم ده ما هواش من الأوقاف الكلام واضح جدا وكمان عمل إيه مدير المدرية دخل في المحراب وساوى الناس في الصلاة وقال لهم الله أكبر وهو اللي أم بيهم وأتم الصلاة تيجي حضرتك بعد كده وتمصطفى تؤول الحكاية دي إن هم بيقفلوا المساجد ده كلام يأزين يأزين جدا يتجرب الدين يتجرب المشكلات صحيح يتجرب الدين ويتجرب الوطن ويتجرب المشكلات هو أصلا في الأصل يتجرب الدين بالنسبة له مشكلة زي كده عشان يفتعلها وتاريخ من الفابركة في الفيديوهات يقول لك كان فيه مفاتش والله وأنا بقسم على الهواء والله ما كان فيه مفاتش وما حصل أزيد من اللي أنا قلت لحضرتك دا دلوقتي واضح إن الموضوع يعني إيه أسهل مما كنا نتخال يعني إحنا كان الناس برضو ما كانتش فهمة والسوشيال ميديا لأسف بتكتب بغير وعي لكن الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة في الأوقاف ربما وضح هذا الأمر بالتحديد وذكر لنا إن الأسباب ليس لها علاقة بالوزارة أو شخص الوزير الأمور لها علاقة فقط بلجنة إدارة الصحة اللي قالت إن ما ينفعش يبقى فيه اعتكاف أو تهجد فيه ساعات الليل المتأخرين فيه تقارب كبير ما بين المصالين ويمكن يكون دا عرضة لهذا يعني الانتقال العدوة مرة أخرى طيب دكتور أيمن كمانو إحنا إن شاء الله داخلين على العيد كوريزانا وحضرتك بخير وكل المسلمين بخير عايزين نطمر الناس بقى على صلاة العيد والأجواء اللي إحنا متعودين عليها هل فيه قرارات خاصة بصلاة العيد؟ إن شاء الله هتؤدى صلاة العيد في المساجد اللي بتؤدى فيها صلاة الجمعة وهيكون المساجد مفتوحة قبلها بنصف ساعة ودي فترة كافية أن الناس تقدت تكبيرات لأن تعرف حضرتك دي سنة ودي من روح وده إحساسة بالعيد صحيح لأن كان انتشر أن لا هتبقى المساجد مغلاقة قبلها وتفتح على الصلاة على طول الحقيقة لا نصف ساعة موجودة قبل أداء الصلاة لأن طبعا في العيد الصلاة بتسبق الخطبة النصف ساعة دي الناس عندها أرياحية التكبير فيها وأداء هذه الشعائر وهذه السنة الحميدة سن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تؤدى الخطبة وبعد كده يتم إغلاق المساجد بعدما الناس تنتهي من أداء العبادة صحيح على حل يعني كل سنوحك طيب وحضرتك شايل وسلم أنت طيب يا مصطفى وكل مشاهدينا بخير الدكتور أيمن العمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف بشكرك شكرا جزيلا شكري لحضرتك مع عنا تحتلنا الفرصة أن نحن نوضح لناس الحقيقة وبنقول يا ريت اللي يشير حاجة أو يكتب حاجة يتحرى لأن ده حاجة هنسأل عنها أمام الله أصلي مش بالعقل يعني وزير الأوقاف حيمنع الصلاة يعني برضو الموضوع مش لوجيك أو حيمنع الناس أنها تصلي الترويح طب مصلحته إيه يعني والله ده السؤال المنطقي ايه وهل أنا هحب أنا كمسؤول ليه يعني أن الناس تطلع تتكلم وتقول أنت منعت كذا ومنعت كذا أمر مش منطقي صحيح والله شكرا شكرا تكون في المساجد بتصلي صلاة التهجد ويدعو لنا ونستمتع إن شاء الله ورمنا وندعي مصر إن شاء الله يرزقنا للأبول لكل دعواتنا بإذن يا رب اللهم عمل